كفاية نظرة الشيخ محمد بن راشد أول ما ركبت على الستيج يقول لي كيف قدرت يتخلصين هالتخصص الصعب قلت له لأنك أنت علمت نحن نكون في المركز الأول مثلك أنا ماني الحسني أول مهندسة نووية في الإمارات الحافز اللي خلاني أدخل مجال الطاقة النووية أنه مجال جديد ومختلف وممتع في الدولة كانت لي الفرصة أني أكون من مؤسسين هذا المجال في هذه الدولة حتى في الوطن العربي وفي الريجن طبيعة الشغلي بتكون في غرف التحكم الرئيسية داخل المفاعل طبيعة الشغل تكون حوالي 12 ساعة في اليوم تقريباً كنت سنوياً أروح مؤتمرات أجهزة المحاكاة عشان بس نعرف شو التكنولوجيا اللي يديد الموجودة ونحن وين من هالتكنولوجيا عشان نطور نفسنا دائماً من الأهوال بعدين قررت أن حالياً أخذ شهادة إدارة تشغيل المفاعل حيث أني بكون مديرة تشغيل إن شاء الله كانت مسؤولية كبيرة عشتني في الولايات المتحدة الأمريكية والحمد لله والديني كانوا موجودين معا يساعدوني في تربيت الأبناء وهذا من أكبر الصعوبات اللي أنا أواجهها الموازنة بين الشغل والعائلة بس أحاول كثير ما أقدر أني لما أكون في الشغل يكون تركيزي في الشغل بس لما أرجع البيت تحت طاقتي كلها للبيت والعياد وهو مجال مش سهل تساعدين ويتطلب التزام كبير هاي جزء من مسؤوليتنا كلنا إنه نحن نحاول نرد جميل البلاد ونخدم البلاد بالمستقبل أجمل للإمارات